ايوان احط ده على ده وده كمان على ده يا سلامة اشوف بقى هيطلع لي ايه ايه ده ايه ده ايه ده ده لا انا مجدتش هعايز العصير الغريب ده لا 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 انا راح اجيب حاجات بسرعة من المعمل وجه تاني ايه ده ايه ده الله عصير حلوة اوي اوي وشكله كمان لذيذ وشاهي ياه الجو حر فعلا محتاج اشرب العصير ده اه ضعينا شوية كده واشرب العصير ده بقى براحتي ياه سلامة فعلا فعلا كان عصير لذيذ ايه يا بطني يالعصير ده في حاجه غريبه خالص يا عصير ده بطني بتوجيعني مش اارف ليه ايه ده ايه 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 اللي بيحصل لي ده ياها رابيض ياها هرابيض عليا ياه انا تحويل بابط ازاي كده أزاي تحويل بابط انا رابيض الحقوني asseقولي يا حيوانات الغابة ال الله واعرف مني اللي عمل في الفصل ده ايه الا ايه الا خلاني شربت من العصير الوحش ده ايه ده ايه ده ايه بابا ايه يا بابا اللي عمل فيك كده الحقن يا سنبا يا حبيبي الحقن كان في عصير هنا انا شربته وبعد كده تحبطني واجعتني وتحولت للبابت ده الحقن يا سنبا الحقن طب معلش يا بابا معلش طيب طيب ماشي انا هساعدك هساعدك هو انت عشان ترجع تاني لقاسة تاني لازم ان تاكل من بزور اراع البطيخ دي مفيدة جدا علشانك يا بابا هترجعك تاني زي الاول طب اجيبها منهم بزور قرع البطيخ دي يا سامب هتهدي بسرعة يا حبيبي لا لا يا بابا اصليه مكان بعيد خالص وخطر واخف اروح لوحدا لسه صغير روح انت يا بابا يا ابني يا حبيبي انت مش شايف منظر ازاي ده انا بابا ده الشمس هتسيحني واي حد ممكن يلعب بي انت مش شايفني بقيت لعبة شكلها حلو ازاي ايوا ايوا فعلا يا بابا طيب ما تخلي حد يساعدك يا بابا ماشي يا سامب انا زعلان منك انا زعلان منك يا سامب اللي انت هتسيب ابوك كده لا لا يا بابا لا ما تخافش مش اسيبك طب يلا نروح مع بعض وندور على بزور قرع البطيخ الجميلة يلا يا حبيبي يلا ايوا يا بابا هنفضل ماشيين في الصحرة دي يعني يا سامب قربنا ولا لسه ايوا ايوا يا بابا عند المكان اللي هناك ده يلا بينا يلا يا سيدي لو سمحت لو سمحت يا عمو هيا فين بزور قرع البطيخ ايوا ايوا يا حبيبي انا جبت كل البزور اللي كانت موجودة عندي وزرعتها وكل البطيخ طلع اعرع وطعمه وحش خالص وما فيش حقيق حد ان الحيوانات تريد يشتريه الله يسمح بقى اللي كان السبب روحت رامت بقيت البزور في قلب النهر عشان محدش يتضر منها تاني يلا يا ربيد يا سمب ده بيقول لك رمها في قلب النهر اعمل ايه دلوقتي ما تخافش ما تخافش يا بابا تعالى بسرعة انا هحاول ادولك عليها في النهر وانزل اجبهالك طب ياس يا سمب يلا يلا بينا اهي بص يا بابا بص عايمة هناك في البحر اهي يلا يا بابا يلا انزل هاتها برضو يا سمب بتقول لي انزل هاتها افرج سمك شدتني لتحت اعمل ايه وانا مش مالك دلوقتي خلاص خلاص يا بابا انا هنزل اجبهالك ما تخافش ما تخافش بسرعة يا ابني يا حبيبي بسرعة اهي اهي يا بابا بقت معايا خلاص ما تقلقش على نفسك ايه يا حبيبي بسرعة يلا بينا يا الهربيد يا بابا ايه ده وانا طالع معلش اتحدفت مني على الشجرة وبعدين معاك يا سمب بقى انت عايز تضيع مستقبلي اطلع يا حبيبي هاتها حاضر حاضر يا بابا بالراحة علي هاطلع عجبهالك اهو بس بقت معايا هي يلا بينا على المعمل بتاعي يلا 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 يا سمب بس بقى يا بابا انا هحط لك البزور دي كده وقلب عليها كويس وازبط لك كل الخلطة يا سلام اظن كده بقى الجهزة يلا يا بابا تفضل اشرب من الخلطة دي وكل منها متأكد يعني يا سمب با مش هيجرى لي حاجة تاني لا لا يا بابا عيب عليك ده ابنك مخترع عظيم متخافش متخافش سوك فيها وكلها وانت هتبقى مية مية طيب يا سي سمب با ماشي ايه ده ايه ده يا سمب ايه اللي حصل لده او ده اللي كان نايس انا تحولت البطيخة بطيخة يا سمب اخصى عليك يا حبيبي اخصى عليك ايه ايه يا بابا استنى استنى هيبقى هي كده بتعمل مفعول بس الظهر كنت عايزة زود شوية زهر تاني منها استنى بس استنى انا هزود تاني حبة بص بص وحط لك عليها برضو المكون السحر ده يا سلام يلا يلا يا بابا يلا انا كده جهزت خلاص يلا اتفضل بقى كلها يلا تاني يا سمب انا خاف يابني ما تخافش يا بابا باقولك اسمع الكلام بس يلا وكلها عاضر يا سمب حاضر ايه دا اه اه يستد ياد يا سمب هتعمل مفعولها ده نبطني بتوجعني هي اه اه ايه ده ايه دا يا سمب بص بص عملت ايه ده حاولتني ايه ده يا ابني ديه كمترة ده ولا هي يا نهرب يدي يا بابا مش عارف هو انا ايه هو انا مش عارف اعملها ليه طب يا بابا بص قدام انت بتتحول كده طب نجرب تاني نجرب تاني نجرب ايه بس يا ابني حرام عليك ايوا بابا ما انت قربت اهو ما انت قربت قربت بس يا ابني انا افضل طول عمري في الاسكل الغريبة اللي انت بتعملها لدي لا 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 المراضي هتصبت هتصبت ان شاء الله طيب يا سيسي امبا جرب التجارب بتاعتك بص بقى المراضي انا هضيف عليها حاجة جديدة ما ضفتهاش تاني خالص هضيف عليها ايه هضيف عليها ايه هضيف عليها ايه هضيف عليها مكون سحري كده انا مش اقولك عليه دلوقتي هتشكرني بعد كده عليه طيب يا سيسي با انجز انجز يا سيسي با حاضر حاضر يا بابا خلاص هي كده جهزت هي يلا تفضل يا بابا ضقها يلا بسم الله الرحمن الرحيم اما نشوف اختراعتك يا سيسي با نمنام 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 نمنا ملك الغاب على أخر الزمن بقى قرنب خلاص يا سمب شكلها ما فيش فايدة لا لا يا بابا ما فيش فايدة ازاي أنا مش هسيبك يا بابا غجل لما حاولك تاني أسد حقيقي تاني وتبقى أقوى أسد في المملكة كلها استنى يا بابا استنى بصbook المرة دي أنا ان شاء الله هنجح أنا هحط عليها كل المكونات اللي عندي في المعمل كل حاجة عندي في المعمل احطها لك في الخلطة دي يا بابا طيب يا سمبا ماشي يووا نشاء الله ملك الغابة تاني. بص بص يا سيمبة علي بقت ملك الغابة. ايوه الحمد الله يعبا. الحمد لله اللي انت رجعت تاني ملك الغابة هي east. شطر شطر يد ياسيمبة انت عليك اختراعات يا ابن الايه. براهو عليك اللي انت أنقصتني. بس انا يا بابا عايز اقولك سر. اتفضل يا سيمبة. انا مسمحك على اي حاجة علشان خطر انت رجعت لي تاني ملك الغابة. ايوه ايوه يا بابا. انا اللي كنت اعملت المشروب الصحري ده كنت بخترح حاجة بس هي جات فيك خلاص خلاص يا سيمبا سماح المرض أصحابي يا حلوين لو بتحبوا سيمبا واللي عملوا واللي هو أنقص بابا ما تنسوش تدوسوا لايك وكمان تشتركوا في القناة يلا مع السلامة